بجعنا لحضراتكم مرة تانية وتعالى نتكلم أستاذ مصطفى عن أشهر الترندات أو الترندز اللي حصلت في 2022 طبعا يعني سنة مليئة بالأحداث الثقافية وكتب احنا من بداية المعرب بداية السنة حاجات أحداث كتير عملت أتتالى معنا والحاجات كانت مرتبطة بالكتاب قوي خاصة دي يعني ده كان ترند كان شديد الارتباط بمسألة الكتاب هو صدور طبعة جديدة لأديب نوبل نجيب محفوظ طبعا هو كان نجيب محفوظ موجود مع أحد دور النشر المصرية الخاصة وبعد كده تم بنته عملت أعادة نشر وتعاقد جديد مع مؤسستين بالتوازي مؤسسة تتولى للنشر الورقي ومؤسسة أخرى حصلت على حقوق النشر الرقمي ليه واتحتها مجانا عبر الويب تمام مؤسسة برضو دولية بره احنا المؤسستين المشكلة حصلت فيما يخص جزئية النشر الورقي طبعا هي طبعة نجيب محفوظة جديدة صدرت بلاي اوت جديد تماما بمشروع لإقامة شخصية بصرية ليه وصدرت الكتب على فكرة كان فيه اهتمام وعناية على فكرة من النشر كبيرة جدا بالمشروع ويعني ما كانش فيه استهتار في التعامل مع اسم نجيب محفوظ الجزئة دي خالص المشكلة بقى كانت في فكرة أنه كان الرؤية البصرية التي عملت للأغلفة الخاصة بكتب نجيب محفوظة جديدة لم تلائم كتير من محبي الأدى بتاها يعني هما شافوا أنها كان فيها ناحية تجربية زيادة عن اللزوم يعني ما كانتش طاليق أوه بصداء أهم كتب عربي وهو له شخصية وكان ليه أغلفة شديدة الأهمية يعني وترسخت على مدارة ترى كان الفنان الكبير حلم التوني كان عمله أغلفة مهمة جدا في شخصيته في طبعاته الأخيرة وقبلها آخرين كمان طبعاته قبل كده في مكتبة مصر زمان فأنا الموضوع ده بصراحة كان مهم جدا بغض النظر بقى عن أنت مع أو ضد كانت عجبك الأغلفة أو مش عجبك لكن هو في حد ذاته كموضوع كان مهم بالنسبة لحضراتك هو مهم جدا بالنسبة لي وهو الحقيقة مهم جدا بالنسبة لدائرة الصقفية وصناعة الكتاب لأنه بيحمل العديد من الإشارات أولا أن الناس يعني الناس ما راحتش مثلا في خناقة ولا في قصة مرتبطة بحدث يعني ده هما استدعوا شخصية خلوها تتصدر المشهد وهو أديب نوبل نجيب محفوظ بدفع الغيرة عليه طبعا بدفع أن هما مش عجبهم الشغل فده عبر عن حقيقة الحاجات اللي اهتمامات يعني مين الكاتب الكبير والمؤثر ودوره ازاي فنجيب محفوظ طبعا دي كانت تحية كبيرة جدا أنا شايف من قراء مصر تمام لأديب نوبل نجيب محفوظ تمام ده رقم واحد رقم اتنين كمان فيها إشارة خاصة بجزئية إن إحنا عملية التعامل مع النشر لازم دلوقتي إحنا في عالم في تنافسية كبيرة جدا لازم تكون كل خطوة محسوبة كويس يعني ما إحنا قلنا إن إحنا عندنا النشر بتاع النشر في مصر يعني إنت ما بتكون بتعمل طول الوقت طول الوقت مؤسسات الدولة هادرة قاعدة عمالة بتنتج وقصور الثقافة بتنتج مش عارف ويكون الإنتاج بتاعك يكون بقول لحضرتك تأثير شديد يعني أنا بقول لحضرتك إن المجلدات الأربعة اللي أصدرتها وصارت الثقافة الخاصة بمساجد مصر دي كانت من أهم الكتب السنة دي وده على فكرة مش موجود يعني مش هتقدر تلاحظوا على السوشيال ميديا بس الناس اللي موجودة في المكتبات واللي بتلف في السوق واللي بيشوفوا مين اللي بيسأل على إيه كان شديد التأثير فأنا اللي أقصده إن الكتاب خاصة دلوقتي مع اتساع سوق النشر نحن دلوقتي داخلين السنة الجاية دي يعني إحنا 2022 كانت مليان خطوات خاصة بالتحولات اللي بتحصل في النشر الرقمي والمنصات الرقمية ومنصات نشر الكتب في 2023 نبتزي نلاقي بقى النتيجة لكل الخطوات دي نتيجة وإقاع بقى متسارع جدا جدا يعني إحنا بداية السنة دي ما كانش فيه مثلا منصة واضح إن هي ابتدت تسيطر على سوق النشر والحاجات دي والكتاب لا السنة الجاية فيه خلاص بقى فيه أسماء ابتدت بقى إيه ابتدت بقى فيه قاعدة أنت قريت الكتاب ورقي ولا قريته في إيدني فده هيبقى تحول مهم يعني أنا متوقعا في نهاية السنة هيبقى الأمور أكتر فأنت كده عليك مسئولية أكتر كنشر لازم يكون فيه تعامل بدقة شديدة جدا أنا بنصح الناشرين في ظل أزمات النشر إن هم قبل يعني إحنا طبعا بننادي كل الجهات الرسمية والرسمية بدعم صناعة النشر في مصر والوطن العربي حتى الجهات الرسمية في الوقت ده لأن إحنا فترة صعبة والكتاب مهم جدا النهاردة وبكرة وبعد بكرة ويعني إحنا محتاجين وعلى فكرة إحنا في زمن الكتاب للناس فاكرة إن إحنا مش في زمن الكتاب لأ ده إحنا في زمن الكتاب ده ميلو